بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو وفي برقياته إلى الرئيس السيسي أكد رئيس مجلس النواب أن الثلاثين من يونيو يوم من أيام الفخر التي تظل خالدة أبد الدهر في تاريخ بلادنا الحبيبة وأشار إلى أن الشعب المصري فرض في هذا اليوم ومن خلفه كافة مؤسساته الوطنية إرادته في الدفاع عن هويته واسترداد دولته وإنقاذها من الفوضى والانهيار على يد قوى الشر التي أرادت النيل من أمن هذا الوطن ومقدراته